السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على قناة حلويات ومملحات هاجر رمضان مبارك عليكم جميعا يوم نشارك معكم تاكوس على شكل لاسانيا كيجيوا روعة في الماطق ديالهم والطريقة ساهلة اللي نقدرون نوجدوه من قبل ونخليه السينية حتى تقرر مغرب نعملوهم في الفرن وديكساك تقطعوا يعني هيدا على شكل لاسانيا طريقة جد مبساطة واحد الكريمة دي القرع خضراء اللي كجي رائعة سبق لي صورتها معكم وبالنسبة من هذو كالتاكوس ديال الكفتر اللي عملت انا تقدر تعوضهم باي نوعية ضغطها او تكتافيها بالخضر بوحدتها كيجو رائع دائما الحشوة كتبقى حسب الاختيار ديال كل واحد واللي موفر عنا في الدر وبالنسبة الكريمة سبق لي صورتها معكم تقدر تبدل القرح حمرة يعني او الجعدة سبق لي عددت معكم هذو كريمة هذو نقوزو بسم الله نبدو على بركات الله عندنا وحكا سويل عمد فيها الماء جد قرعات خضر كباري جد بطاطات واحد البصلة واحد بورو بالنسبة بورو لو ما كاشي موفر نقدروا نضعفوا البصل هنعملو هنا الماء ملح زيت الزيتون ونخليوها الطيب جانبا بالنسبة لقرح خضراء من الاحسن يعني اه بلا رمضان كان قصدكم يعني تقدر تتقيسة قول ما طيبة حيث بعد النوبات كتخرج مرة وكتفزدنا كريمة ديالنا هنخليت الكريمة دياليتا بجانبا وعدينكوس نعدل الحشوة ديال الطاكو زيت الزيتون واحد البصلة مشلدة فلفل حمرة وفلفلة خضراء نقدروا نستغنوا على اللحم ونقدروا نعدلوا غير الخضر غيش نلوكو زيت ما تاكوض الخضر كيجي رائع بسلف غيش نهو قطعو الخضر تكون شرائح طويلة اي نوعيات الخضر على حسب الضوء ديال كل واحد هنا عملتها صافي زيت زيتون وملح وخليطة سلطيتا يعني حتى اتجحرت الخضر ديالنا وغاد نضيفه للكفتة هناك يبقى الاختيار ديال كل واحد تقدر تعوض الكفتة بالدجاج تقدر تعوضها بالقمرون اي نوعيات الحوت او لا تستغني على اللحم تماما وتستعمل غير الخضر بحديثة بالنسبة للكفتة هنا هدي تطلع ملح يبصار وهديك ديال اللقامة ديال تاكوس وبالنسبة لفلفل استعملت هذا انا فلفل العقدة ديال فلفل سلطة ديال فلفل نقدر نعوضها بفلفل حمر يعني تحميرها وحنخلي هدي كفتة الضبنة مع الخضر ديالنا مزيان 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 حتى تشرب من الماء تماما نتبقاش فيها الماء وهنايا غادي نضيف بعد ما تبضي كفتة مع الخضر ديالنا اربعة او ثلاثة ديال متلت جبن ديال متلت هنا هدي الجبن هادا انا ما ثلاثة هم بتزيد جوج اخرين بك يعطينا واحد التعليكة من هاداك الحشوة ديالنا باش كتجي امعلكة وبالنسبة للكفتة الحشوات بقدر تستعملها في القننتات في اي حاجة ملحات بغيتيها هنا الخضر ديالنا بعد ما عدد الحشوة كانت طابت وحمرت واحد خمسة درسين ديال التوم في الزيت زيتون وضيفتها عليها وغادي نضيف جبن متلت حسب الاختيار اللي ما كعجبوش الجبن يقدر يستغن عليه وعدي نتحن الخضر ديالي زيام 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 طحنة في الماكينة حتى ترجع في حل الكريمة احنا فوحكس ولا جانبا عملت الزيت زيتون ثلاثة مغارف كبار ينجز زيت زيتون ملعقة من الزبدة جوج مغارف كبار ديال طحين قبيصة ديال الملح حسب الضوء والإبزار خليتهم حتى دابو مزيان فوق البوطة داك الطحين دامج مزيان زيان مع ديك الزبدة والزيت عدفتنا الحليب كيما كتشوفو سلسات البشامين والإبزار احنا يا سلسات البشامين نبغيها تكون عقدة شي شوية بشي بسف ومشي يسكن جارية احنا بعد ما خلط سلسات البشامين ديالي يتأكدوا مننا بأنها اجت يعني ما تكونش مكورة احنا سلسات البشامين طبعا بش ما تكور مش معنا ضروري نخليه داك الطحين يتم زيان مع ديك الزيت وزيت زيت زيتون والزبدة وعن نضيف هنا يا واحد ملعقة كبيرة من هاد الجبن تقدر تخلي عيه بشاميه داك بوحدي تو تقدر تضيف له الجبن اي نوية الجبن بغتيها نتينا حتى ارجع نسات البشاميه لها الشكل هذا شبرت فوين تلي غادي نعمل في الفور الخرز داكو وعن حيض شوية جميل الجوانب باش يجيني قد دو قد ديك الفوين تلي غادي نعمل في الفورن ديالي غادي نخوي شباط العبار كما كاتشوفوا نخوي شوية ديال السلسات البشاميل واندهن بها الفوين تلي كامل صرحة بناس الطريقة كتجي سهلة جد مبساطة ودائما كنعود نأكد عليكم الحش واكي اختيار ديال كل واحد حسب الضوء ودائما اللي عنا موفر في الدر هنشف بطيك الخبز داكو وعادي ندهناء بهات السلسات ديال الجبن هذي نرثتها كاملة ديال الجبن كما كان عرفوا لي كاملين كيعجبهم الجبء وحتي احنا يا لشلاء كي يجيو في مملحات رائع كما اشتوا معي هنا يا دفت واحد اللونشا ديال الجبن اي نعوية الجبن عندك فضاء وكنعملو شوية داك الحشوة اللوية والتاكو ديالنا ستفوف سانية طريقة جيد مبساطة كندهنو هذيك الكريمة ديال الجبن هذيك الكريمة ديال الجبن تشيدر كي ما كتش هدو معي بعد ما كان عمل الكريمة ديال الجبن اللي نقدره وتهيا نسعملوها نعدلوها يعني ما نشربوها شي وكنعملو هذيك ديال الجبن ونستمرو في تاكوز ديالنا حتى كنسليوهم كاملين هذا هو الجبن اللي استعملت انا اللي كانعمل في استاكو سابي كانت استمرو بعد ما كانسليو تاكوز ديالنا كاملين كشبرو هذيك سلصة ديال cdb شامل اللي بقتنا وعند هنو الوجه ديال cdb شامل بهاذيك سلصات ديال بشامل بالنسبة عن سلصات البيشامل آآ مني كان عملو هذك اي نوعية يعني عندك مفرن في الدارة او اللي يعجبك كتشي رائعة بالسفل ماتاق دياله وانا كافضل سلسل بيشامل زيت الزيتون والزبدة كتشي افضل من الزبدة بحديثة وكيبقى الاختيار ديال كل واحد بعد ما سليد خودك هذيك سلسل بيشامل كنعملو الجبن اي نوعية الجبن عايكو عندك مفروم هدا موزاريلا سفين عملوه في الفرن حتى يتحمرو وها السلسل تاكو ديالنا واجدة انها تقدر تزينا باي حاجة بغتيها هنحمل لنا شي شوية ديال شريطات السلسل ديال برباكوة تقدر تخليها غير هيدك سوف نعملوها في فرن وها السنية ديال تاكو ديالنا واجدة كتشوفو تبارك الله ما شاء الله كتجي رائعة بالسفل والماتاق يا سلام كانت منها فيديو دمينا لإعجاب ديالكم شكرا بسفل المتابعة وكشكر الناس اللي سقصت عليها في استغرام مع الغياب ديالي كانت تقدر بسف بسف نتلقوا فيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ادومتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر